أخيرا أطراف المشهد السياسي بجمهورية الكونغو الديمقراطية وبعد أسابيع من التحاور والنقاش والتشاور توقع اتفاقا نهائيا من شأنه إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة التي عرفتها البلاد إثر انتهاء مأمورية الرئيس جوزيف كابيلا دون أن يغادر السلطة وينص الاتفاق من طرف المعارضة والنظام والموقع بكنشاسا برعاية من الكنيسة على أن يستمر جوزيف كابيلا في السلطة حتى نهاية 2017 حيث تنظم البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية كما ينص على أن يكون الوزير الأول في الحكومة من المعارضة وتشكيل لجنة للمتابعة يرأسها أحد زعماء المعارضة التاريخيين غير أن الحوار ورغم اتفاق معظم الأطراف بشأنه إلا أن بعض الأحزاب السياسية المعارضة قاطعت كما قاطعت توقيع اتفاقه أحزاب أخرى من بينها حزب حركة تحرير الكونغو الذي يتزعمه جانبير بومبا ويحظى بشعبية كبيرة ولديه عشرون نائبا في الجمعية الوطنية وتواجه اتفاق الأطراف السياسية بكنشاسا تحديات عديدة خصوصا منها ما يتعلق بتنظيم الانتخابات حيث ستجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية انتخابات أخرى تشريعية تحتاج البلاد من أجل إجرائها في الوقت المحدد لدعم مالي حدده رئيس الوزراء بملياري دولار إضافة إلى ذلك فإن مخاوف تراود بعض قادة المشهد السياسي بجمهورية الكونغو الديمقراطية من أن يكون التحدي المادي سببا في بقاء كابيلا في السلطة لفترة انتقالية تضاهي مأموريته الرئاسية المنتهية ويحكم كابيلا جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 2001 أياما بعد اغتيال والده حيث حكم البلاد لفترة انتقالية وبعدها خاض انتخابات رئاسية مرتين وصفت بغير الشفافة من طرف منافسيه وبعض المراقبين الدوليين